إنما إحنا عملين نجري على مكسب بلا إنتاج أو عمل فجرينا على سوق العقارات اشتري هاد الشقة يا رجل مبيتها سنة هاد تكسب ضعفها يا رجل اشتري هاد حدة أرض يا رجل لما الناس كلها تجرت في العقارات والأراضي وقع سوق العقارات والأراضي لأنه عايز يكسب من غير تعب تعبش شرش هاد أو نايم مع أنتخ بعد السنة كسبت لها 200 ألف 300 ألف يقوم بيحها واخد منهم مية يصرف والمتين يدور على شقة تانية يحطهم في رأس المال وهكذا كل اللي معه فلوسه اشتغل في العقارات اتدمر سوق العقارات بالثقافة لو كل واحد اشتغل في تخصصه تلاقي الرجل اللي اشتغل في سوق العقارات ده مثلا يعني كان مزارع أو كان عنده مصنع سابه وعمل في القصة دي بازتت شغلات وضرب السوق العقار عشان ما فيش حاجة اسمها التخصصي خلي بال النهاردة يا بيه البلد محتاجة ثقافة محتاجة ثقافة مواطن محتاجة تنمية بشرية انا بناشد الدولة نشيدا من القلب ان تضع في اهم اولوياتها التنمية البشري لن تنطلق مصر في ظل نظام الاقتصاد الحر الا بنظام اجتماعي كامل متكامل احد اعمدته الفقرية هي التنمية البشرية